بالفم الملآن ملتزم العمل والمتابعة اليومية لكي تحصلوا على حقوقكم بسلسلة الرتب والرواتب بالفم الملآن أعاد وزير التربية اليسبو صعب الزخمة إلى ملف سلسلة الرتب والرواتب المتوقف منذ الواحد والعشرين من أذار العام الماضي تاريخ انتزاع القرار بتحويله من مجلس الوزراء إلى المجلس النيابي لإقراره إثر حراك عمالي ونقابي ضخم والأساتذة ليسوا وحدهم المعنيين بهذا الملف فمعهم عناصر السلك العسكري والإداريون مشاريع كثيرة قدمت وشكاوى عن ضعف الإرادات وعدم المساواة رفعت ثم قطعت الوعود بإجماع سياسي وضربت المواعيد لتحقيقها كل ذلك وما زالت السلسلة رهينة الاستحقاقات اللبنانية وسلم الأولويات السياسي فما الجديد إذن في طرح الوزير وما رد المعنيين بالملف عليه طلبت من المعلمين ومن النقابات وكل الكائن الموجودين وطلبت أن كل واحد منهم يروح لمرجعيته السياسي ويكون واضح وصريح ويجيب منهم التزام معلن أنه هذه الهيئة أو هذه المرجعية السياسية أو هذا التكتل هذا موقف من السلسلة بالهيئة العامة ربما لا تكون الأمور بالبساطة التي يتمنها وزير التربية لكن الحديث عن توافر إرادات يفتح بابا للتفاؤل لا سيما وأن هناك مشروعا أقرته اللجنة الفرعية في المجلس يؤكد توفير إرادات سنوية للسلسلة وهي 2300 مليار من مصادر متعددة أنه بناء أي وطن يبدو يبلش بالتربية وإذا نحنا بدنا نوفر لازم نوفر بمحلات تانية مش بالتربية ولا بالتعليم صار في عنا غاز ونفط موجودين بالبحر معناتها ما عنا خوف نحنا اليوم أنه إذا تدينا مليارين زيادة كرمال الشعب ما رح يكسرونا وطالما هالنواية والكل سوا مع أقرار السلسلة طيب فيني أفهم أنا ليش ما بتنقرر هالسلسلة وطالما عم تدفع الحكومة وبدون قانون غلى معيشة باعتبار وسلفة يعني عم تدفع الحكومة جزء منها بدون قانون تدفعها كلها دولة الرئيس نبيه بري في حطة على الهيئة العامة في حطة على اللجان المشتركة وبتنطرح هالسلسلة هالمشروع وهالتقرير على اللجان المشتركة وبتنقر وفق التعديلات اللي عم نطالب فيها اللي بما ينصف الأساسي والمعالمين يعني الكل ياخدوا 101% طيب خلوا هالناس تاخد نفس رشوا على ما تسكر يا أخوان الأمور فقط القدرة على الاحتمال لكن أما زال هناك سكر يغطي على رائحة الموت أو أذان صاغية تسمع ما يقال حتى بالفم الملآن لعل الأمر مستبعد لكن هذا الإصرار النقابي المرفق بقبول سياسي للسلسلة ولو شكليا لا يمكن أن يضيع هباء